هيتم زناد نتقرسني باسم الإدارة العامة للدوانة تونسية صباح الخير صباح الخير شكرا على الاستضافة مرحبا بيك موضوع اليوم مهم برشا جايونا عليه برشا مساجات من المستمعين وطلبوا مننا باش نحكيو على الفسيخ اللي هو الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار العودة النهائية بالنسبة للمواطنين بالخارج بيقبل ما نحكيو على اختيار الإعفاء كلي ولا جزئي خلينا نبدأوا بالشروط شنية الشروط اللي لازم تتوفر في المواطنين العايدين من الخارج بيش يتمتعوا بالامتياز هذا بالنسبة للشروط هو تقريب فما خمسة شروط يجب على الشخص أن يكون عنده جنسية تونسية مقيم في الخارج مدة معناه على الأقل عام بعد العام اللول اللي ما يزمش يقضي في تونس أكثر من 120 يوم وكيف كيف العام الثاني إذا ده ما يزمش يقضي في تونس أكثر من 120 يوم إلا في ظروف استثنائية حددها للقانون لازم يكون قضى عامين البراء البراء ويكون في كل عام ما قضاش أكثر من 120 يوم في تونس كذلك يكون عمره أكثر من 18 سنة بالنسبة للزوجة المرأة التونسية المتزوجة يسقط عنها شرط السن معناه مهما كان سنها نجم تتمتع بالامتياز جبائي هذا وكذلك هو امتياز جبائي مرة في العمر بالنسبة للكوبل أو بالنسبة للشخص وكذا كان تمتع به أحد الطرفين في المتزوجين مرة يسقطوا على الطرف الثاني والشروط اللي يجب توفر في الكرهبة الشروط اللي يجب توفر الكرهبة هما شرطين أساسيين هو شرط السن الكرهبة ميزمش السن بتاعها يكون أكثر من 5 سنوات في تاريخ التوريد في تونس والشرط الثاني هو الحمولة على الكرهبة ميزمش تفوت 3 طن ونص بالنسبة للسيارات النفعية دكا بالنسبة للنظام الأعفاء ينجموا يختاروا ما بين نظام الأعفاء الكلي ولا الجزئي الأعفاء الجزئي فيش يتمثل بالضبط بالنسبة للأدئات فعلا هو الأمر عدد 95 لسنة 1995 عدد 197 حدد نوعية الامتياز جبائي اللي يتمتعوا به التونسين المقيمين بالخارج وهما في الحقيقة زوز أنواع ولكن زوز أنواع بعد يتفصلوا إلى أنواع معناها جزئية الإعفاء الكلي على الأدئات والمعالم الديوانية وهو يتمثل في توريد السيارة وعدم خلاص الأدئات والمعالم الديوانية وليبقى على السيارة معناها ما ينجمش الشخص يتصرف السيارة بالبيع أو بسياقتها من طرف الغير إلا من طرف أفراد محددين بالقانون هو صاحب الامتياز وزوجته ولا للأخوة ذكور وإنث هذا هو لحده القانون وزيد سنة 2018 الأمر عدد 236 زيد شرط إلى التمتع بالامتياز الكلي هو كونه السيارة ما يتمش معناها هذا بالنسبة للامتياز الجزئي بالنسبة للامتياز كلي سيارة تقعد نونتي وكيما قلنا معناها ما تخلصش الأدئات والمعالم الديوانية ولكن السياقة متاحة والتصرف فيها محدود السياقة من طرف صاحب الامتياز وزوجته بدون ترخيص زوجته بدون ترخيص بدون ترخيص والأم والأب والأبناء بالترخيص بالترخيص والأخوة حتى الأخوة زاد الأمر 2018 أعطا للأخوة ذكور وإناث الحق في سياقة سيارة أخوهم ولا أختهم بترخيص عليش بالترخيص هذي؟ على خطر نشوف برشة أباء وأمهيت اللي يجيوا من الخارج مثلاً ولا أبناء يجيوا يقول لك إنا معناتها بش نشري كرها بتوها ماذا بي نعطيها الولدي دي غيكتو ماويسوقها عليش الترخيص هذي؟ عليش معناتها تصعب وهكا في الـ هو لحقيقة الدولة كتمنح امتيازات جبائية تحاول تراقب الامتياز جبائي استغلال الامتياز جبائي لأنه امتياز جبائي فيه إعفاء من الأداءات والمعلمة الديوانية والإعفاء هذي مقابل خدمات الخدمات اللي قرتها الدولة والتسهيلات هذه خاصة بالتونسين المقيمين بالخارج خاصة بصاحب الامتياز اللي شرطنا عليه شروط كونه يكون مقيم في الخارج طلق مدة عامين ويكون معناه عمره 18 سنة ويكون توفر فيه مجموعة من الشروط إذا كان احنا نعطيه الامتياز هذا الشخص ث ثم بعد توريد السيارة وتسويت الوضع يمتاح وينجم يسوقها أي شخص آخر ولوما الأقارب يولي معاتش امتياز مخصص لصاحب الامتياز هذك عليش فما مراقبة ولكن مدام القانون خول لأفراد من العائلة بش يسوقوا السيارة معناها ويتصرفوا فيها فيكون ذلك بمقدة ترخيص مجرد المتابعة معناه لمتابعة من له معناها الإمكانية تصرف السيارة هذي والترخيص راهوا معناها وضعية سهلة ماشي صعيبة لأنه نجمو ندخلو للسيتوية بتاع الديوانة نلقاه فما الامبيمي هذا متعلق بترخيص سياقة سيارة نعمروه ونعطيه نسخة من المضمون ونسخة من بطاق التعريف ونسخة من رخص سياقة ونقدموها لدى مكتب الديوانة في الولاية احنا موجودين فيها في كل ولاية فما مكتب جهة والديوانة وفي غضون يومين يحضر الترخيص ويكون ترخيص قانوني لمدة سنة يسمحه للشخص المرخص له بسياقة هذه السيارة وبالنسبة للأعفاء الجزئي؟ بالنسبة للأعفاء الجزئي فما نوعين فما الأعفاء الجزئي حسب السيلاندرين تاع السيارة معناها بالنسبة للسيلاندرين تاع السيارة وقت اللي يكون ما بين ألفين سنتيمتر كوب إذا كان لإنراجي إسانس وألفين وخمسمائات سنتيمتر كوب إذا كان لإنراجي ديازيل كي يبدأ أقل السيارة تخلص 25% من الأداءات والمعاليمة الديوانية وإذا كان أكثر بالنسبة للسيارات اللي يسانس أكثر من 2000 سنتيمتر كوب وبالنسبة للسيارات ديازيل أكثر من 2500 تخلص 30% ديدروازي تاكس لكن هنا كما قلنا القانون تاع 2018 بكري لما حنالو جاء شرط شرط هذا في إطار كما قلنا التحكم في استغلال الامتيازات جيبائية لحظنا خلال سنوات الفارطة كونه فما انحراف في استعمال هذا الامتيازات جيبائية المخول للتونسين بالخارج هو كونه السيارات والتي تتورد على امتيازات جيبائية وما تخلصش الأداءات والمعاليمة الديوانية معنا تخلص جزء فقط اللي هو موضوع الامتياز جيبائي ثم نلقاها معروضة في الأسواق الموازية بطريقة معناها أصبحت غير متحكم فيها هو صحيحة معنتها الأفسير فمع بيت تستعملوا بش تستغلوا بش تبيعوا وتجري أما زادة برش عبيت تقول لك القانون هذية بش يحمي وكالي السيارات هو صحيح بش ينظم القطاع أما زادة واحد كي يجيب من الخارج يقول لك أنا هذي كرهبتي ونحب نحكم فيها كما نحب نبيحها وقتلي نحب عليش عام ما انت تقعد كما قلت لك عام للتحكم في السوق الموازية لأنه شفنا الكوتالي والتي تخدم بها السوق الموازية فاقت لدرجة تحمل السوق التونسية بالنسبة للسيارات ولا معناها ما عادش توريد معناها استثنائي وتمتع بهذا الامتياز بصفة استثنائية ولا معناها ينافس حتى قطاع وكلاء السيارات اللي هو قطاع قانوني والي هو محمول على الدولة حمايته بصفته بطبيعة الحال هو قطاع قانوني وهي تجارة قانونية الدولة كما واجبها تقاوم التهريب وتقاوم تجارة الموازية في جميع القطاعات الدخان الملابس غيروا من القطاعات المواد الغذائية كذلك حتى قطاع السيارات يجب أن يكون قطاع منظم فاستعمال الامتيازات الجبائية المخولة للتونسيين بالخارج باش نعملوا بها سوق موازية في تونس ونبيعوا بها السيارات هذا ولا قطاع موازي وهذا ولا منافسة غير مشروعة لقطاع منظم يدفع في الأداءات ويشغل في يد عاملة باش يبيع السيارات بطريقة قانونية في تونس صحيح هو الفسيار ولينا نشوف فيه ولا كوميرس كامل معناتها عبيد نشوفوه حتى على الفيسبوك على دي جروب اللي يبيعوا ويشريوا في الفسيار ومعناتها فما حتى خوف من القانون هذا بقطع سمحني جسد باش نعطي ملاحظة أخرى فما معناها موضوع آخر اللي هو موضوع التصرف الغير القانوني في الامتياز جيبائي لبيع السيارات في السوق الموازية في تونس مرتبطت بحاجة أخرى اللي هي مخالفة صرفية كبيرة ولدراسات اللي عملتهم الإدارة العامة للديوانة والبنك المركزي بين اللي كونه فما تهريب كبير للعمل الأجنبية للخارج لاقتناء السيارات هذه وليرجاحها للسوق التونسي معناها هذا الإجراء يحد نوعا ما من تهريب العمل الأجنبية للخارج باش نقتنيوا بها السيارات هذو ما اللي بعدش يتباعوا في السوق الموازية وكذلك لإحكام التصرف في الامتيازات جيبائية للأشخاص المعنيين بهذه الامتيازات بالنسبة 25% و30% يظهر لي نسبة عالية شوية تخلي ساعات المواطنة يخلص أكثر من القيمة الحقيقية متاع الكرهبة وسامحني نحب نعمل ملاحظة صغيرة 25% و30% من قيمة الكرهبة في تونس مو إلا في الخارج من قيمة الأداءات والمعالم الديوانية ستدير فسروا اللعبات شوية مثلا الكرهبة قيمتها 50 ألف دينا وين قيمتها؟ لين جاءها ولا من تونس؟ ما اللي يجابها لا ما اللي يجابها هو هون فسروا كيفاش وقت اللي السيارة تكون عمرها أقل من 6 أشهر ويقع توريدها ويبدأ في تاريخ التوريد هنا وقت اللي وسط تونس عمرها أقل من 6 أشهر صاحب السيارة يلزم يجيب فاتورة أصلية للسيارة من عنده كونسيسيونير يشيرها من عنده دونك أبليغاتور مو يجب يستهدر بفاتورة أصلية ثم وقت اللي يتم إداعي الملف لدى المصالح المعنية للديوانة اللي هي بش تعمل التونسة على السيارة هذي كل سواء بالنظام الامتياز الكلي الإعفاء الكلي ولا بنظام الإعفاء الجزء يقع احتساب الأداءات والمعالم الديوانية على قيمة السيارة معنى نقوله مثلا السيارة هذي يتخلص 40% دروات دوان 120% دروات كونسومسيون والأسيات الكل وقت اللي يتلموا لدروازي تاكس الكل تيفيا زادة كيف كيف ديزويت ولا 29% ولا حسب القيمة المحدة بمقتضى قانون المالية يقع احتساب الأداءات والمعالم الديوانية نحتسب الأداءات والمعالم الديوانية لقاوا مثلا الكربة هي مشارية بـ 50 مليون وتخلص 50 مليون ولا 60 مليون ولا 70 مليون دروازي تاكس حسبة نوع الكربة وحسبة فما عديد المعايير يعتمدها المشرع بشي حد تقداش دروات كونسومسيون كل ما البضاعة تكون أكثر رفاهة وأكثر معناها لكسيوز أكثر فالدروات كونسومسيون يكون مرتفعة أكثر اثرا ذلك احتساب المعالم والمعالم الديوانية قلنا 70% معناها بشي يخلص 25% من السبعين مليون داكت فهمت كيفاش مش في خلص على قيمة السيارة بشي يخلص على قيمة الأداءات والمعالم الديوانية داكت فمش مراجعة السياسة الجيبائية هذية الأداءات المراجعة تتم سنويا الحقيقة معناها كل قانون ماليا تاع العام الجديد يتعرض إلى بعض الحالات ساعات فهم أنواع السيارات الشعبية يتنقصوا في الأداءات والمعالم الديوانية ينقصوا في التيفيها ساعات ينقصوا في الدروات كونسومسيون ولكن بكل صراحة معناها أحنا الدولة متاعنا تعتمد على الأداء الجيبائي كل سواء معاليم وآداءات ديوانية وإلا أداءات جيبائية لأنه نسبة الناتج القومي الخام في تونس طائحة برشا بارابور الميزانية الدولة وبرابور معناها للنفقات منتاع الدولة لذلك الموارد منتاع الدولة تعتمد أساسا على الأداءات والمعالم الديوانية والجيبائية هذك عليش ديما نلقاه النسبة عن الأداءات والمعالم الديوانية بالنسبة للبضاعة الموردة مرتفعة نوعا ما سمحني ميلا بشخص عليك إسكال الإدارة العامة للديوانة وزارة المالية ويعين أنه تونسي ما عادش خالط بشيشري لكربة الجديدة لأوكازيون معناها من نجموش نلقاه حلول بشي التونسي يرجع ينجم يشري كربة المقبل الحلول هو الإنتاج المحلي ويا حب ذا في تونس تولي معناها عنا صناعة سيارات وصناعات أخرى هذا هو الحل في نهاية ذا الأمر ما فم محل كان الإنتاج المحلي حتر توازنات المالية دقيقة جدا التوازنات المالية حاليا في وضع محرج معناها نعرف واحنا لكلنا التوازنات المالية للدولة وخاصة بعد الأزمة هذه انتعى الكورونا وتفاقم الدين الخارجي فم توازنات مالية حساسة نوعا ما فالمخرج من هذا الوضع هو الإنتاج المحلي هو الصناعة المحلية وكما قلنا معناها إن شاء الله في المستقبل تكون حتى صناعة تكملية ما تكون صناعة كاملة للسيارة تكون صناعة جزء معين من السيارة تركيبها لذا هذا كبشي خفف ويعمل ناتج محلي إضافي وهو ليخلي الدولة تتخلى عن جزء من الأداءات والمعالم الديوانية فما اقتراحكونا سمعناها قبل برشة أطراف السيكتور غوتوموبي اللي هو علش تونسي ميواليش عندو الحق مرة في حياتو في كرهبة من غير إداءات والله هذا السؤال أنا ما نجمش نجاوب عليه لأنني نمثل الديوانة والديوانة هي تنفذ القوانين والتشريعات اللي تعملها وزارة المالية وتعملها وزارة التجارة والإداءات والمعالم الديوانية كما قلتلكم معناها موضوع متشعب في تداخل برشة معناها معطيات فإن شاء الله أنا بيدي كمواطن تونسي نتمنى نتمتع بهذا الحق مرة في العمر ولكن كما قلنا التوازنات المالية والسياسة الجبائية للدولة اللي تفرضها ضرورة توفير موارد باش الدولة تصرف باش الدولة تعمل التنمية باش الدولة معناها كيف كيف تخلص الشهاري هذا الكل مرتبط بمعطيات تفرض الأداءات والمعالم الديوانية والجبائية المتعامل بها حاليا اليوم المواطن جيبشي شريكا رهبا يقول لك يمشي للكونسيونيغ يقول الكرهب غالين في السوق التونسي يمشيوا يحكيوا مع الكونسيسيونيغ في تونس الكونسيسيونيغ يقول لك ليه احنا مديوانة هذي كل لازم ينقصوا في الأداءات ويعملوا مراجعة للسياسة جبائية فعلا هو فما زوز زوز محاور المحور الأول هو بتاع الدينار تونسي معناه احنا كيف نشيره كربا في تونسي نشيره بدينار تونسي والدينار تونسي يسوى ثلاثة مرات فاصل اثنين ولا فاصل ثلاثة الأورو وترقيب ثلاثة مرات الدولار فما فرق كبير كي نشوفوا السيارة ثمن متاحة في الدولة أوروبية ولا دولة أجنبية نلقاو الثمن متاحة منخفض جدا مع قيمة السيارة هذي في تونس إضافة إلى الأداءات والمعلم الديوانية اللي هي كما قلنا تدخل في إطار السياسة الجبائية للدولة وليه ليس موضوع جديد هذا موضوع قديم كما قلنا الدولة في سياستها المالية تعتمد على في جزء هام على جباية المواد الاستهلاكية والسيارة تعتبر من المواد الاستهلاكية في تونس على حساب المواطن هذي معنات على حساب المواطن معناها احنا في تونس المواطن يل باختسيب للسياسة المالية في الدولة معناها المواطن يساهم في توفير الموارد المالية للدولة بالمقتنيات اللي يعملها يدفع عليها الأداءات والمعلم الديوانية أما قاعد يساهم برشرة في السياسة الجبائية متع الدولة والدولة هنا ننصحها أنها تلعب على الكوانتيتيت أكثر منها تلعب على تضخيم الأداءات الديوانية والجبائية تلعب على الكوانتيتيت والتي تبيع برشرة كرها بتدخل أكثر فلوس تنجم تنجم صحيح ولكن هذا زاد مرتبط بحجم العملة الأجنبية الموجودة معناها في تونس قلنا فهم برشرة توازنات والتوازنات دقيقة جدا بكل صراحة أنا عندي بعض الخبرة في مجال المالي ومجال معناها التعاطي مع قانون المالية وكيفية إعداد معناها التشريعات الجبائية والمالية فالتوازنات دقيقة جدا باش الدولة تقعد تنجم تفي بتعهداتها المالية أمام الدائنين تفي بتعهداتها المالية مع الأجراء اللي يخدموا في القطاع العام كذلك تفي بتعهداتها التنموية في مجال التنمية راه يلزم توازنات واحنا السياسة الجبائية متاعنا سياسة المالية متاعنا قامت منذ قديم الزمان منذ 40 سنة ولا 50 سنة على الجانب الجبائي وقعد كل مرة يبدأ عنا نقص نكثره شوية في الجانب الجبائي نحاوله لكن الحكومة وكنا استمعنا إلى تصريح سيد وزير المالية مؤخرا في مجلس النواب قالها بكل صراحة قال معناه أحنا الهدف متاعنا هو التخفيف من العبء الجبائي ولكن الآليات مع ظروف الأزمة اللي خستان توا معناه بعد الحجر الصحي العام واللي دائم ثلاثة أشهر تقريبا والقطاع الصناعي في تونس تعطل والقطاع السياحي كذلك تعطل فإعادة العجلة الاقتصادية يطلب نوعا ما من الوقت وإذا كان الحكومة جادة في الرؤية متاحة كونه تهدف في غضون السنوات القليلة القادمة باش تخفف من العبء الجبائي على المواطن وترشيد منظومة الدعم باش يخف الضغط على فئة معينة ويتحمل الدعم الفئة لي هي ما تستحقش لهذا الدعم باش يخفف العبء على الدولة وتنجم العبء هذاك تخليه معناها تنقص منه في مجال التوريد المواد الاستهلاكية بالضبط بجسما هو ديما المواطن يقول لك قيمة الدينار معناتك يجيب شركة رهبة يقول له قيمة الدينار دهرت احنا بلد نستورد وماناش مصنع دونك مربوطين بالسوم الكرهب في السوق العالمية ويزيد عليها الأداءات نلقاوا كرهب معناتها سعر امتيحها غالي برشة معنات اكثر برشة من قيمتها كان نقول له مثلا كليو ديميل وغو مثلا تطلع ثلاثين مليون ثلاثين ستقاب خمسة واربعين في الدهر معناها فما ديفيرين ستقاب 13 مليون كاملين معناها حتى الدينار متدهور اما زادة حتى الاداءات زادة طالعة شوية فمن ثلاثين ان شاء الله كما قلنا الحل والحل الناجح حسب الدراسات الاستراتيجية اللي صارت في المجال الهذاية هو تحول نوعية المجتمع من استهلاكي بصفة كبيرة معنا احنا وصلنا مجتمع استهلاكي تقليل بنسبة 90% الى مجتمع مصنع ولو نصف تحويل صناعات نصف تحويلية معناها اللي هي تنجم تتخفف من العب الجبائي على المواطن التونسي جس قبل ما نكملو حبيت نوصل صوت برشا مواطنين اللي بعثو لنا 90% يبعثو لنا في مساجات يقولو لنا على البروسيدور كي بشتخذ توكيل ترخيص ترخيص بشي سوق الكره بقى غيس فيه برشا برشا تعقيدات معناتها لازم يمشي ويجي وبرشا اوراق ويعطلوهم برشا ما نعرف شنو فما معناتها الاشكالية حسب علمي ما فمااش اشكالية لانه الاجراءات واضحة وينجموا حتى يدخلوا بش يشوفوها في الباج واي بتاع ديوانه في سيت واي بتاع ديوانه فما الترخيص يخذوه من عند المكتب الجهوي للديوانه في الولاية اللي هو موجود فيها صاحب الامتياز جيبائي اذا كانوا موجود في الخارج ينجم يعمل التوكيل هذا يعمل الالتزام هذا لتالي شارجيه يبلو تالي شارجيه من الباج داع ديوانه ويهزوا للقنصولية القريبة اقرب قنصولية ويعمل عليه تعريف بالامضاء ويبعثوا للمعنى بالامر في تونس بش هو يتقدم الى مكتب الديوانه ويقعوا ايداع الملف ما فما حتى تعقيدات معناه مراش عليش فما تعقيدات اذا كان فما اي اشكال ينجم يكون المواطنين معناه ديما نخذهم مأخذ الجد معناه اذا كان مواطن اشتكاه فما علاش يشتكي فما وسائل التبليغ المعنى الشيكية متاعه وتبليغ صوته كسوسواء على ارقام الهاتف الموجودة يجب نكونوا متفاعلين اكثر مع الاليات التكنولوجية الحديثة وخاصة معناها وسائل الاتصال عنا في موقع الويب للادارة العامة للديوانه اون غبريك خاصة بالتشكيات وبالاستفسارات وبالاسئلة وحتى بالاقتراحات فندخلوا للموقع الويب سهل نكتبوا دوان تونيزيان تويجينا موقع الويب ندخلوا فما بوان هاكم الفوق اكسيدي ننزلوا على اكسيدي تويتحللنا وفي ظرف 24 ساعة نطلقى الايجابة اذا كان فهمة اشكالية في علاقة بالتراخيص الممنوحة لسياقة السيارات هذه المتمتع بامتيازات جيبائية يتحلل مشكلة في ظرف 24 ساعة حاجة اخرى احنا توفي اطار التحديد لعاود تونيسينا بالخارج والي هي زادة جاية في ظروف خاصة لانه التونيسينا بالخارج وقت اللي بشي روحوا بشي عديوا فترة انتع كونفينمان معناها بشي عديوا فترة حجر صحي لحماية انفسهم ولحماية عائلاتهم ولحماية معناها المجتمع التونسي كيف كيف فخلال هذه الفترة بلكشي معناها تونيسي بخارج بانهم استفسارات ولا يحبوا يتوجهوا المكاتب الديوانة بشي ياخذوا شنية الوضعية انتاحم ولا شنوية الوضعية انتع توريد سيارة ولا توريد امتع ولا غير ذلك فبش نعضوا على ذمتهم ان شاء الله ابتداء من يوم الاربعاء القادم يلقاه هزا دا كيف كيف في الموقع الويب ارقام الهاتف الجوال مواش هاتف ايداري ساعات مواطن يشتكي قول انا نطلب الهاتف الاداري وما يجوبني حد ولا دي ما اوكيبي دي ما اوكيبي صحيح عنا بعض الهواتف الادارية خاصة المتعلقة بالتونسينا بالخارج وبالمؤسسات دي ما اوكيبي هتري يتلقاه حجم كبير جدا من المكالمات فاحنا بش نعملوا طريقة اخرى و بش نعطيه ارقام هاتف جوال للمسئولين هذوما بش يلقاهوا الاسماء متاحهم ويرقاهوا رقم الهاتف في اي وقت ينجموا يتصلوا به ويطرحوا السؤال والاشكالية والسيدة ذاك اللي هو عنده رقم الهاتف على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهة وكيف كيف هو المخاطب الوحيد مع المواطن لدى الادارة بش ياخد المسئلة ويفالانوتي و بش يعطيه رقم للاشكالية متاعه ويسعى لحل هذه الاشكالية نشكروك سيهايثم زناد ناطق رسمي بسم الادارة العامل ديواناء التونسية